السلام عليكم اصدقائي وصديقاتي اشني احوالكم لباس الصحب خير ان شاء الله ربي يدوم علينا نعمة الصح الليبنات حبيت اليوم نودكم بوصفة بنينة برشا تصلح كيف طور الصباح باش منحيروش برشا للصغيرات اللي هي كيكا رخامية بثلاثة ألوان كيما تراو تعمل ستة وستين كيف في الشبوبية في المنظر في المذاق في المنفع الغذائي ان شاء الله تتابعوا الفيديو وتكتشفوا الطريقة كيما تراو لبنات تخليط حبة بيض واحدة بحرارة المطبخ 150 جرام سكر سمول اللي هو السكر الاحرش و 50 مليلتر بين زبدة وزيت نباتي وهذا يكيس سكر فانيليا الوزن 7 جرامات و شوية ملح لبنات لتعديل الطعم ومغير فخل متاع السلطة متاعنا متاع تفيح باش نتخلص من زفارة البيض سيحاتين الفانيليا اما ما فيها باسكا نسيحة نضيف الخل لتعاون على الزفارة البيض نخلطوهم بالفوي مانويل واقل بالبطور كما تحب انت اللي متوفر عندك حتى يذوب السكر ويتحاول لون البيض الى الابيض كما تراوها تقريبا هنا لبنات باش نزيدهم 200 مليلتر حليب بدرجة حرارة المطبخ ديما باش تنفش معنا المرتبة وتنجح معنا يلزم كل شي بحرارة المطبخ نزيدو نعاودو نخلطو بالكداء اللي نتجانس خليط السكر والبيض مع الحليب وفي المرحلة هذي باش نزيدو لهم الدقيق الابيض الدقيق الابيض اللي هنا اخذيت 250 جرام فارينة الدقيق الابيض اللي هي الفارينة وزوز اكيس خميرة مرتبات ووزن الكيس 10 جرامات استعملت زوز اكيس كما تراو باش تنفش بالكداء الكيكة خلطتهم هنا كما تراو الخميرة متاع المرتبات والفارينة طوى باش ننضيفهم للخليط السائل واحدة واحدة ننضيفوا لبنات ونخلطو حتى يتجانسوا معنا بالكداء بالكداء وطوى نوريكم القوام كيفاش يكون متاع الخليط ما يكونش كاسح معناها فقيل وما يكونش زادة جاري معناها مرخوف برشا حاجة متوسطة كي تتقيد بالمقادير بإذن الله تتحصل على نفس القوام هذا وطوى بتبعت الحال نخلي لكم المكونات الكل في صندوق الوصف هذا هو القوام هني وريطه لكم بالملعقة حاجة كي تهبط وما هيش معناها فقيلة وما هيش خفيفة طوى البنات نوزع الخليط متاعي على ثلاثة أوعية كما تراو بالتساوي باش نكه كل جزء بمطعم معين بطبيعة كي باش نكهوهم لبنات باش يزيدوا يثقالوا هما شوية وما عادش يكون الخليط مرخوف جزء اللوليني لبنات نكهته بالفانيليا اللي هي الكريم باتيسير اخذيت مطعم الفانيليا والجزء الثاني نكهته بالكريم باتيسير متعم الشوكولات وجزء الثالث كريم باتيسير متعم الفرامبواز اللي هي الغيلال في نفس الوقت التنكيه هذي يعطيني اللون ويعطيني ماذاق ويزيد يثقل المزيج يولي اثقل شوي كما تراو البنات الهنا خلط الجزء اللوليني مع الفاني هاكم تراو فيه كيفاش الملمس متاعو واللون متاعو الهنا باش نخلط الجزء الثاني بنفس الأسلوب نلول بالملعقة بعد بالفواء باش يسهل علي المزج ونتحصل على الجزء الثاني باك اللون متاع الفرامبواز الوردي محليه مزيين وليهنا زدت شويه كاكا ومر غير محلق باش نعزز اللون بتاع الشوكولات خاطر الكريم باتيسير كنلاحظته لونها فاتح شوي كيما قدلكم اللون نخلط بالملعقة بعد نخلط بالفواء باش يسهل علي العملية بتاع التخليط هاي كالبنت نتحصل على النتيجة هذي ثلاثة أجزاء ملونة ومنكهة بنوكهة مختلفة الهنا خذيت اطباق متاع الفرن صغير مش كبير معنى عشرين على عشرين سنتيمتر وبديت نفرغ في المزيج شيئا فشيئا كيما هكاكا باللون باللون بديت بالفاني بعد شوكولات بعد فرمبواز وهكاكا اللي نكملها الكمية الكل نحاول نحافظ على الترتيب ما ننساش باش تجي بعديكا من داخلك تقصها مزيانة وهكاكا هتوسع بالك حتيك شلين تكمل كامل الكمية متاع الخاليط متاعنا بالالوان الثلاثة ساهلة لبنت ما هياش معقدة تاخوه منك شوية وقت لمحال اما تجيكم بعض حاجة مزيانة وبنينة نعرفو نس كل الغلال كتتخلط بالشوكولات مطعم بنين برشة وهذه الكريم باتيسير نعرفوها الناس لكل الفرمبواز بنينة الشوكولات بنينة و الفانيزة ده بنينة ما تخير عليها شيء انت تخيل في مو خيلتك كيف تنتزج ثلاثة نقاه هذومة ما هو المذاق اللي نجمه يعطوه لنا حاجة في منتهى البنة نكمل بنفس الاسلوب وفي الاثناء روحاتنا الفرن يسخن على مية وثمانين درجة من فوقه من اللوتة وكتحط الطبق متاعك تطفي الشواية تخليها الفوريش على الكين من اللوتة وين تحمر الاحراف متاع الكيكة ووقتها كان تحب تشعللها الشواية شوية او تخليها كما هي تطيب بصخانة واحدة المفيد كتحمر الاحراف متاعها انت تطفي النار من اللوتة لا تكون شريطة حرق هذي الطريقة بيش نعرف بيها اللي هي طابط ولا لا من غير ما تشد لها وقت ومن غير ما تعب روحك اللي هنا كملة الكمية معانا اللي بنات الكل طوى بيش ناخذ نعمل اكا الديكوراسيون بيش تعطينا اكا الشكل متاع الزهرة هذي كوردون متاعك الاسياخ طويل شوية عملت بيها الحركة هذي من داخل البرة المهمة تغرق بيه بالكداف الخاليط من وسط الطبق البرة كي ما تراو ثمانية خطوط وطوى العكس نعمل من برة لداخل بين كل زوز خطوط اللي عملتهم قبيلي من اللول بين كل زوز خطوط نعمل خط من برة لداخل بيش نتحصل على الشكل هذي وهذي هي الكيكة الرخامية وقلة الزابرة معروفة برشا وبنينة وتعمل ستة وستين كيف طوى كي ما قد لك هاكا دخلناها في الفرن يشعل النار اللوطانية اكاها وطفينة شوية وكي خذيت وقتها طابت في حقها خرجناها كي ما تراو وتفقدتها بالكردون متاع الأسنان يخرج منها جيف معناها طايبة من داخل ومنبرق ولهنا لبنينة اخذيت شوية نباج أبريكو المعجون متاع المشماشة نباج متاع مشماشة بيش يعطيني اللمعة واللقة اما يحب ذال هنا لو تسقيها بسيرو خفيف السيرو خفيف نقصدو به شحور خفيفة تسقي بيه الكيكة متاعك بيش تغمق الألوان اللي في وسطها من داخل وتجيك ترييه بالقداء من بعد تعملها اكل كوش متاع النباج وتخليها ترتاح على رويحتها تشرب بك السيرو متاعها ومن غضوية تقصها او بعد ساعتين على الاقل بيش متتفترش هاكم تراو فيها بدت نقص فيها ترييه ما شاء الله قصيتها مكعبات وانتي حر القص كما يظهر لك احنا لبنات وصلنا لنهاية الفيديو ونشكر الناس كل اللي تتبع فيها واللي يوثقوا في وصفاتي يعطيكم الصحة ويرحم والديكم الناس كل وان شاء الله ملتقنا في فيديوهات اخرى قريبة وبركة الله فيكم واللي يزور قناتي اللي اول مرة ماذا بيعمل طلع على باقي الفيديوهات باذن الله تلقى حاجة تعجبك وتتكرم علي بالاشتراك واللايك وتنشر الفيديو يعني تعمل بارتاج اذا كان عجبك الفيديو وإلى اللقاء ومنتقنا ان شاء الله في فيديوهات اخرى قريبة الهناي اللي بنات كي ما تراو حبيت نزيد نعزز المنفع الغذائي متاع الكيكا زدتها شوية فويكه جيفة مكسيرات مرحية على ذوقك اللي متوفر عندك في المنزل وإلى اللقاء بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة